كمن يحاول الخروج من متاهة فيعلق أمله على المضي قدوما يذهب دون وجهة ويعود إلى مكانه ذك هو حال المبعوث الأمم مارتين غريفث أو حال جهوده ومساعيه في أزمة اليمن يعيد بحلول ويتحدث عن اختراقات وتفاهمات ونجاحات بينما الواقع على حاله لم يستجد به شيء شيء واحد يحسبه المبعوث الأمم لنفسه ويحسبه اليمنيون عليه وهو تجميد العمل العسكري الذي غدى كحال العملية السياسية جمود المشهد في اليمن أحال البلد المنهكة إلى حالة من اللاحرب واللاسلم وتلك حالة من الضبابية من شأنها تعميق الجراحات والقضاء على الأمل والذهاب بالبلاد نحو مزيد من التعقيدات والأجندة اللوطنية وهو الواقع بعينه من الرياض إلى صنعاء ومنها إلى قاعة مجلس الأمن محطات يتنقل فيها المبعوث الأممي بذات المفردات التي أغلقت عليها محاضر لقاءة السكول الحديدة وتعز والمعتقلون ملفات مجزأة من عموم الأزمة اليمنية ظلت عصية على وعود المبعوث الأممي بالإنجاز من خلالها بينما الرجل الذي لا يرغب حتما بالانتهاء إلى نهاية سابقيه لا زال الأمل يستحذ على معظم مفرداته متى ما وجهت عدسات الكاميرات صوب وجهه ما يدونه في كتاب أسفاره إلى اليمن أضحى منفصلاً تماماً عن الواقع على الأرض هكذا يتحدث اليمنيون والأمر من ذلك أنه لم يعد مستساغاً لدى الشرعية اليمنية إحدى أطراف الصراع الذي اعترض رئيسها على أدائه ليعود ويعدل عن قراره ويسمح لغريفث بفرصة جديدة لا ترجيح أنها مشروطة لكنها قد تستمر إلى حين